منذ الأول من أكتوبر الماضي تتواصل احتجاجات العراقيين المصرة في شعاراتها على مطلب إسقاط النظام بالأمس عقد برلمان البلاد جلسة خاصة وحملت عنوانا واسعا وعريضا وهو بحث مطالب الشارع والاستجابة لها في أجندة تصدرتها بحث مسودة قانون انتخابي جديد ومناقشة تعديل حكومي شامل إلا أن الأبرز في جلسة الأمس كان الانتقال من دوائر البحث إلى دوائر التفعيل بإعلان للمجلس إقرار قانون إلغاء الانتيازات المالية للمسؤولين في الدولة القانون الجديد يشطب حزمة واسعة من انتيازات مسؤولي درجات العليا كتقليص أعداد السيارات الطائرات الخاصة وبشكل أساسي لكل من الرئاسات الثلاث ووزراء ونواب بالإضافة إلى تقليص حجم مبالغ العلاج وبدلات الإيجار والوقود ومخصصات الضيافة والحماية التي كانت مخصصة لهؤلاء وهذا القانون لم يلقى باستيغاته المعتمدة الرضا الذي كان مرجوا منه لأنه تتالت ردود الفعل التي انتقدت حدوده والتي أبقت على امتيازات واسعة لمسؤولين رئاسات الثلاث والمديرين العامين في أمر لا يلبي مطالب الشارع أيضا وتقول انتقادات من جهة أخرى يبقى المجلس أو يبقي على مسودات إصلاحية أخرى يقول أن البحث فيها يبقى جاريا ومنها قانون التقاعد الموحد وقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وكان رئيس مجلس النواب قد أكد عزم المجلس المضيب بتشريع سلسلة أيضا من القوانين خدمة للأوضاع الاجتماعية في البلاد على أن يكون أبرزها قانون من أين لك هذا وقانون المحكمة الاتحادية والاستثمار وكلها قوانين ستطرح على التصويت قريبا